دي جزئة جزئة التانية عن الأجانب اللي كانوا موجودين في الدور المصري دائما نتحدث عن ملف الأجانب في الدور المصري كتير أجانب موفقوا شوف كان فيه برضو أجانب موفقوا يعني بس كتير أجانب موفقوا شوف مين كان أبرز الناس أو اللعيبة اللي موفقش المسلم أنا أسوأ يعني خليني أقوله أسوأ من ناحية الفنية عشان بس الناس اللي لفظ يفهم صح يعني من ناحية الفنية لأ شاف إنه فيه صفقات كان بعيدة جدا برونو سافيو اللي متقلق بشدة بعد ما راجعنا دي تاني واحد من حيث المردود مردوده سيء في النهاية اتعقدتم على عيبه وفي الآخر لم يؤدي اتنين طبعا طبعا لما اجا اتكلم على اسوأ صفقة بالنسبة لي هو زكريا الوردي وسامسون اكنولا مركز اول ليه رقم كبير سواء انتقال حر براتب كبير لزكريا الوردي او بتكلم على صفقة زي وزي برونو سافيو سامسون اكنولا رقمي يتجاوز المليون واثنين من عشرة كتعاقد وبعدين الراتب بتعرق بالنسبة لي بعديهم وانا هباخد الاندية الكبيرة الاول لان معاهم فسالة زمعهم فلوس ادارة جو بيها العيبة الحجباري الحجباري لعب نادي فيوتر مهاجم الناس حتى هتستغرب من الاسمائة تلاقي اسمائي لها مشاركتش وما قديتش ومسجلتش وعملتش اي حاجة من الاسمائة اللي احنا بنقولها دي حجباري في صفقة تجاوزة المليون دولار لنادي فيوتر لم يؤدي اي شيء هدف وحيد بالصدفة لم يقدم اي شيء وبعدين فسخة عقب بالتراضي العيب برضو اللي خزالني جدا انتوني اكبوتو انتوني اكبوتو للنادي المصري في صفقة كبيرة مش صغيرة وتعمل عليها رو كبير وقت اعلانها انتوني اكبوتو وهو بينتقل كان قبلها بموسم مش الموسم اللي قبلها على طول اللي قبله هداف الدوري قطري فبتكلم على رجل لا بتكلم على رجل معدلات هدفية ممتازة وهدف الدوري ان يجيلي مرتين فبتكلم على رجل لا عنده خبرات وعنده وعنده لم يؤدي اي شيء لم يسجل اي هدف لم يصنع واحدة من الصفقات السيئة جدا بالنسبة لي كمان شايف انه بالاضافة احكلمنا على الاندية الكبيرة احكلمنا على الاندية الكبيرة خلينا كمان نروح لي الاندية شوية اللي تحت شوية في الجدول سراميكا كليوباترا بالنسبة لي علامة استفهم من وقت وجوده في الدوري الممتاز لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي الوقتي لم يتعاقد مع لاعب اجنبي من خارج الدوري المصري لانها استسني ابوك اللي ارجع لهم من الموسم الحالي لم يتعاقد مع لاعب واحد في الدوري المصري لعب مش اقولك مش اقولك انه سجل ولا صنع لعب استمرارية كلها دقايق بكلمك على دقايق مش لاعب ولا اتنين بكلمك على سبع وتمن لعيبة فوق السن وتحت السن صفر النتيجة والمحصلة صفر فانا بالنسبة لي كده لو ما بينقصين اقل نادي استفاد من الاجانب او اسوأ اختيارات بالنسبة لاجانب الموسم الحالي بلا شك كان سراميكا كليوباترا وانا بحط الليستة بتاعت اسوأ عشر لعبين انا لقيت ان انا ممكن احط خمس اسماء او اربع اسماء من سراميكا كليوباترا في لعيبة تانية كتير ما شركتش من الاساس لعيبة براحت اسوان وراحت اكتر من نادي فشايف لا ان اختيارات الاجانب يا كريم انا ممكن احط الليستة فيها عشرين وخمسة وعشرين لعيب لا اخترارات الاجانب كان فيها مشكلة كبيرة جدا 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 في الدوري المصري الموسم الماضي طيب